اشتركوا في القناة متل ما عم نشوف لكن انا بعبدي اعمل حبة وحدة كمان للمشاهدين اللي نضموا لنا هلأ الجديد هايدي اللحمة هي عبارة لحمة خشنة بصل بودرة ارفي نعمة فلفل اسود مطحون وايضا رشة ملح دعاكتن مع بعض وهيدي عندي هون كيوب من جبنة تشادر بحطة بقلبة بهالشكل هيدا ومنسكرة كمان صار عنا قلب البصلي بصل رندل والحشوة بدخلها بدنا نيجي نعملها طحين وبيض وكعك لكان عندي طحينير عندي من البيض وعندي من الكعك المطحون طيب هون البيض انا حطيت مع البيض رشة صغيرة من الفلفل الاسود وحطيت رشة صغيرة من الملح ورشة اوريغانو مش هيدين نحن هون فينا نحط الخل الابيض وايضا فينا نحط شوية من الخردل وفينا نحط شوية كمان من الكريم الفراش ولكن هي اساسة بيض اوريغانو فلفل الابيض ورشة ملح فقط لغير اوكي هلأ نيجي لهون هاي عندي اللحمة هاي اللحمة عندي جبت لحمة فيلي اللي هي اطرش شيء بلحوم الكصابة اطعطى شرائح بها الشكل هيدا وحطيت لها توم ناعم والبقدونس الخشن مثل ما نشوف الحبة كيف حطيت لها من زيت الزيتون لحمة كتير طرية وايضا لحمة عندها مزاق رائع عادة نحن بنعرف شوي تكون اللحمة بالكزبرة او لحمة بحيالة نوع من انواع التوابل نحن اليوم رايحين شوي عشاغلة غريبة حطين توم حطين بقدونس زيت زيتون وفلفل اسود عندي الفرن حرارته على الميتين صار فيني جيب الصينية ودخلها على الفرن لحتى تستوي بآخر فقرة وبذالي بدنا نحضر صلطة الجرجيع او صلطة الرقة بآخر فقرة اوكي اوكي لكان عندي تحين ملتها بها الشكل هيدا اوكي نجي عالبيض كمان بالبيض بها الشكل لحتى تتغطى كلها بالبيض تحين وبيض والكعك اوكي 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 هلأ نحنا صرفينا لها طبعا بالزيت الحامي اوكي لكان نعمل عملية تانية صحين رحكون محمة زيتة رحعمل تانية وحطهم بالزيت ضغري وبهالوقت بدي ارجع لعندرولا وضيوف شكرا لك شيف اكيد بعدين رح نرجع نكون معك بالختام رح نكفي مع تانية ويخلينا نحكي وطبعا كتير ناس بتكون محطوطة تحت ضغوطات كتيرة وكبيرة يمكن منا ادى بالوقت الحالي لحتى تقدر تاخدوا تعطي مع الاشخاص اللي عبالة ان تاخدوا تعطي معهم فاذا نحن نكفي هذا الموضوع الدي البرشور والضغط ممكن يأثر على كلامنا على الحوار وممكن على الموض اللي نحن نحن موجودين فيه منكفي معكم وخلينا نحكي بونجورين هاي لبنانية بونجورين كيف انا كتير منيحة وانت الحب لله ماشي الحال مضبوط هلأ نحن مثلا بينتنا ما في جنس استرس ابدا ابدا بس ياما كل حدا منا بمرحلة معينة بحديث معين بمقابلة عمل بديدلاين بالشركة بعلاقات عائلية بعلاقات عاطفية بتطلع الاموشنز عنده بيحط تحت ضغط كبير وبصير استرس عم بياكلنا وبصير استرس عم بيأثر سلبا على مضمون حديثنا وعلى المعقول نطلع فيه وما في أكتر من استرس طبعا وكلنا هلأ صح مضغطين كلنا بأيام ضاغطة كلنا عنا مشاكلنا ما في حدا ما عنده مشاكل يعني فمن الطبيعة أنه نسبة الضغط أو سترس تكون كتير مرتفعة وبترتفع أكتر لما نندفش لما فيه كلام معين بيحركش فينا بيطلع نسبة الضغط النفسي عنا ومنصير عم نحكي حكي أوقات منندم عليه عم نتصرف تصرفات ما بدنا إياها كان يعني حتى منصير عم نناقد ما بيدقنا أوقات إذا خلينا سترس يكلنا مظبوط ما فينا نوقف سترس إنه يجي لأنه كلنا عنا هيك مفتيح بتستفزنا وقيلتها قبل بمرة بحل أسي بقى من الضروري جدا إنه دايما نعرف رولا أنا شو اللي بيستفزني أنا نسأل حالنا أنا في ناسين ما بتعرف ما بتعرف شو اللي بيستفزها فلما بيستفزها هيدا شي بتنقز وبتروح بالاستفزاز بينما لما بيسأل حالي أنا شو المواضيع اللي بتستفزني لما بشوفها جاي للمواضيع بنتبهي إنه آه جاي الاستفزاز أنا يمكن هلأ أعمل سترس ساعتها بحلل أكتر لما أعمل لسترس على الآخر بس من الضروري أعرف كله بيستفز كل الناس مش مظبوط مش مظبوط أنا يمكن بيستفزني الكذب أنت بيستفزك الوقاحة يمكن إلا ما هنالك يعني فهيدو الأمور لازم ننتبه لها إذا بنعرف شو التريجرز أو شو الفتيشات يلي بتستفزنا لما منصير بموقف في ضغط نفسي علينا نقدر تسيطر على ذاتنا كيف مننا نسيطر على ذاتنا تقول أنا قاعدة بمكان عم بتحدث مع شخص استفزني أو سألني سؤال أنا مش محضر من جوة بتكوني عم تعملي هيك بتكوني من برا هيك انت هيك شكلك كتير جدة وكتير أنه انت مصف الزيت فيك تعملي هيدا الشي من برا سنجوة بتكوني هيك صرتي فكيف بعمل لوقف هالاستفزاز الهاجم علي واحدة من الطرق هي أنه عيد سياغة السؤال لأكسب وقت مية بالمية يعني طرح علي سؤال شو بتعملي بهيدا الإطار أول شي عم خفف الضغط عن حالي أنا يمكن ما عندي قدرات كتير بهيدا الشي اللي عم يطلبوا بني ما بدي كذب بس بدي وقت لأعرف أعمل جواب ذكي وبني مش يعملي ضغط نفس إنه إيه هلأ إذا قلت له ما بعرف ما رح يقبلني بالشغل ورح يقبل إلى ما هناك فبعيد سياغة السؤال أو بستوضح السؤال يعني عم تسألني شو بعرف بهيدا التطبيق تماما ولا إجمالا أو شو قصتك بالسؤال إنه شو بتقصد بالسؤال ما فهمت كتير المقصد منه هل بدك تقنيا ولا 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 بشكل عام شو عملت تعرفين نحنا عننا ميول عننا ميول إنه نجاوب بسرع على حتى برقاءة نقول إنه نحنا بنعرف صح وهي مشكلة هاي مشكلة كتير كبيرة وهي دي عكسها تكتيك تانية رح أحكي عنا عكس هيدا الطريقة يلي بل دغري في دي جاوب هي إنه اسكت مفاجأة يمكن بس إنه إذا سكتت صح هيدا تكتيك تانية إنه استعمل الصمت يعني بطريقة مش صمت هيك لا مش هيدا هيدا مش صمت هيدا ضياع وصلت للآخر مقبيل لإنه أنا ضايع وعم فتش على جواب الصمت هو الصمت يعني هيدا اللحظات الصمت أكيد مش ساعات لحظات أول شي بكون أنا عم بتنفس فيها بينزل الضغط عني تاني شي رح يستغربوا البعض يمكن بتعطي صورة إنه أنا متمكن مما سأقول ما بقول شي كيف ما كان ما بتعطي صورة إنه ما عنده شي يتقوله أبدا خاصة إذا فترة الصمت منا طويلة بتعطي صورة عني رولا إنه بتنطر لتفكر بالجواب وبتعطي يعني إنسان مفكر هيدا الشخص فما تخافوا من الصمت إذا إجيكن شي عم بيطلع ضغطكن النفس استعملوا الصمت لصالحكن مع تنفس صحيح واحدة طريقة تالتة من الأمور اللي كتير مهمة لنزل الضغط هي إنه اتنفس بشكل عميل طبعا يعني بقدر أعملها طبعا هو بده دماغي عشر سواني بينزل الأدرينالين بيطلع الدوبامين صرنا إيدينا متمرأ وراح نقولها مليار بعد بس مهمة نعند نزل الأدرينالين بيطلع الأدرينالين بس نعصي بيطلع الدوبامين دوبامين بتروق الأعصاب مش معناتها منطير قلوا استاتس سيدي والله لزيزي ما هيك كتير حبيت يلا أنا عطرتها أنا اليوم فعملك تاج فيها اليوم كنتوا أنتوا بالبان والأبل شفتكم أنا أنا بنعمل بحدي سوا فالتنفس كتير مهم لأنه بس التنفس بطريقة سليمة أنا من ملاحظة على حالي بس أنا بس أعمل قد ما صارت شغلي طبيعية عندي بس كونت سريسي بدي خلس أوقات سترس مش شي استفزاز كلام مثلا سترس ضغط وقت يعني بدي استعمل الوقت وخلس هاي وعندي بعد هاي مزبوط عائلتي لاحظ أوقات عندك طب خلسي وعندك مشوار كتير سريع صحيح فبتعمل سترس هيدا سترس لاحظوا عائلتي علي صاروا اكتشفت قلدوني مرة قدامي كيف تتكبس إنه كيف بعمل بكون قال يلا قال لن زوجي قال لن اجا النفس بلا ما لاحظة على حالي بعمل هيك كون عم بعمل الشغلة مش عم بحكي معها مش خناق يعني سترس اللي عم بدي خلسها أنا أم عاجقة بلا ما انتبه على حالي اكتشفت إنه ولادي كلهم وعائلتي كلهم ملاحظة إنه عندي هالنفس اللي بطلعوا بنزله مرة واحدة بعملوها مش أكتر بس بيطلع معي تري بهالطريقة أنا بنظم وقتك طلع النفس وبسيطر طلع النفس عرفنا أنك سترس إيه إنه فيه سترس بدأتخلص إم عاجقة بدأتركض تلحق بس كتير مهم النفس بالفعل وبيصير تمرين كتير طبيعي إذا منعود ذاتنا علي لما بكون عم بحكي عندي جواب بدي أعطيه وأنا تحت ضغط نفسي أعطوه جواب واحد مع نقطة تفسيرية واحدة علي ما تعطو جواب في شبابيك بقلبه في مئة جواب تحته في مئة إشارة تحته مئة مثال إيجابة واحدة عن سؤال واحد والإيجابة ملحقة بتفسير إذا اعتزت أو بمثال مش أكتر ما ضيع الآخر وضيع حالة إنه سألني هيك لازم جاوب عن هيك وهيك وهيك لحتى ما لا يمكن بدوا جواب بس عن هيدا السؤال بدوا جواب عن إشيات تانية رح يسألكم الشخص المقبيلكم وما سأل حطوا حالكم بتصرفه بتحب تسأل عن شي تانية بقدر جاوبك بس عن هيدا السؤال تحديدا هيدا إيجابة ومثلا على إيجابة مثال على إيجابة هو كذا وكذا نقطة واحدة مع مثال واحد كون عن جد أنا كمان عم سيطر على سرس ما عم خليه يخدم محلات تانية صحيح ما بدي يروح عليها ضروري جدا عم سيطر حتى على الكونفرسيشن طبعا عم سيطر على الحوار وضروري دايما نكون مسيطرة على الحوار بطريقة بالنائقة مش مسيطرة على الآخر بالحوار الضبهو مسيطرة على الحوار مش مانيبوليشن يعني هي بالعكس سيطرة على مضمون الحوار لحتى يضل بإيطاره من الأمور الكتير مهمة كمانا لما ما بدي أعمل سترس أو ما بدي أغرق بالسترس أنه تدل قادرة سيطر على مضمون كلامي يكون دايما عم يطلع بشكل واضح مبسط وبصوت مفهوم هيدور أمور تقنية يعني مش لأنه عصبت هلأ بدي فلت حكي ولا عمل أمر ما تخليني أطلع لا لا بدي يكون حكي حتى لو عم أعبر عن تعصيبة مش لأنه هلأ عصبت بدي أفقد قدرت على إخراج الكلمات واضحة من تم هيدا نفس الجمل هيدا عم تحكي بكل الحالات مش مع ميما كان طبعا هي بكل الحالات بس هي مهمة لما بكون مضغوط مضغوط هلأ كمانا إذا بقدر إنهي حديثة برابب بملخص عني اللي قلته فيه أعمل تلخيصة جملة وحدة عني اللي أنا قلته رعا السرس وإنه عم بقدر لبي وبسكت اسكت بس خلص ما خاف إنهي بس إنه رح يقطع وقت صامت مش غلط إنه يقطع وقت صمت ما تخافوا منه بتكونوا عملتوا كل اللي عليكم قبل ما تخافوا من الصمت بس نخاف من الصمت رولا بنعمل سرس أكتر نعمل أغلاط صح هلأ لازم ننتبه كمانا جسمنا بيبدي لنا إشارات إذا عامل سرس بدي انتبه لإشارات جسمي يعني هل أنا هلأ إيدي يشدين هل معت عاصرة هل هو البادي اللي هم بيكتير كمانا بيأسر طبعا سباشيلي بعدين في كتير قصص حتى الطريقة اللي بتقعد فيها أكيد بتتريحك قبل ما تحسسه للشخص اللي بوجيك إذا أنت مددئة ملبكة أو لأ صح وهي تقنية تعلم للمذيعين على المسرح إلى ما هونالك للطلاب فبالفعل هي كتير مهمة وبتأثر علي وعالآخر مش بس علي وكمانا جسمي إذا عم بيبعتلي رسايل رولا إذا كز عصناني إذا عم برف بعيوني كتير إذا بعدت شاد إذا حس حال إنه عاملي هيك شاد معناتها أنا عامل استرس هون ضغري فيه اشتغل النفس بيشتغل على نفسي ضغرب دائما بالنفس طبعا دائما وإذا كتير ضغط النفسي عالي بهاللحظة مش قادر عبر وإذا عبرت رح يطلع طوناليتي صوتي رح يبين أنه أنا هلأ عم عبر بتعصيب من الضروري كل مرة عندنا كتير وقتنا إذن وشو صار لتحول أنا مش هيك بتصير أنا بحب بعيش اللحظة إنه إذا إيه بتتحول إذا أنا عامل استرس بلا ما حس بيطلع صوتي طبقة صوتي وبعمل استرس للي مقابيلي وبخلق حواجز بيني وبيني الآخر فقبل ما أوصل لهون بياخد نفس مش غلط وبالعكس كتير مهم التعلم وعم بلاحظ قدي في ناس ما بيعرفوا يعملوها وينصدموا إنه بس نعملها منظمة إصحب حالي من الموقف لما فيي إذا أنا ضغطي حيث إنه عم بيكلني ورح يخليني روح باتجاه ما بدي إيه اخد time out اطلب انسحاب تكتيكي إذا بديك بالترمينولوجي الحربية انسحاب مؤقت أنا بحاجة لوقت لقلي أنا بحاجة لوقت لفكر بيالي قلته هلأ بعدين بجي بشارعك فيه أو بنقشك فيه خدوا هالوقت لقلكم طلعوا مشوا تنفسوا ما رح إزهقوا لهالجملة لأنه إلا ما تأثر بواحد بالمية يعني آخرتها إخد وقت مستقطع من حالة يمكن ماشي الشريعة أنا وإياكي رولا وقفها بمكان ما هون كمانا مسيطرة أنا عن نقاش مسيطرة عن نقاش بشكل بالنق مش مسيطرة على الآخر ومسيطرة على أعصابي وعلى ستريسي اللي عندي إيه ما بدي إيه يكلني فيه أولى بشكل فاضح يعني أنا هلأ كتير ستريسي وإذا بدي إحكي رح فلت حكي بحاجة إطلع رخيلك ما تفلت إيه زحى بيجي رح بحاجة لوقت لحالي فيه ما أقوله بشكل واضح إذا مش عايزي أقول أنا بحاجة لوقت لفكر بياللي قلته أو مشغولي شوي رجعت لك هلأ برجع منكمل حديثنا إذا ما بدي أقوله بشكل واضح بس ما خاف إنه إيخد هلوقت لا أعطي استرس طبعي وقته ينزل جسمي ما بده غير عشر ثواني هاي العدي للعشرة كتير مهمة بس ما بدي عده هيك مش 1-2-3-4-5-6-7-7-7-7-10 خلصه لا بدي إيخد هلوقت بدي أعطي حالي جسمي بحاجة إنه وجسمي ونفسيتي بحاجة إنه أعطي هلوقت وكلنا كلنا يعني كلنا كلنا فينا نسيطر على الضغط النفسي إذا منقرر بيبقى السؤال بدنا أو لا؟ أول ما بدنا عبت هدروا له هاي طبعا سبي كانت مش مظبوط مابس هذي طبعا سبطة اليوم ولا اليوم ولا بكرة مش معا سبي تانكيو تانكيو إليش فيه نحن أي متى؟ اليوم شو؟ أنا وياكي متأبرم بالمعنى يام التانية تانكيو لإليك يعطيك العافية وهد البل اي طبعا نفس عمي إيش هلنفس نتوقف مع بريك من بعدها من كفة عالم الصباح مع شفح سن موسيقى 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 موسيقى